مراد مدلسي ينتقل إلى جوار ربه عن عمر نهز 76 عاماً بعد صراع طويل مع مرض عضال مفارقته الحياة كانت بعد عودته منذ يومين من رحلة علاجية خارج الوطن تدهور مفاجئ لصحة رئيس المجلس الدستوري وضعت حداً لحياته مراد مدلسي من مواليد 30 أبريل 1943 بتليمسان خريج كلية العلوم الاقتصادية بجامعة الجزائر تقلد الراحل عدة مناصب في الحكومات المتعاقبة بداية بتعينه كأمين عام لوزارة التجارة سنة 1980 إلى غاية سنة 1988 أين حمل حقيبة التجارة مرتين على التوالي بين الفترة الممتدة من 1988 إلى غاية 1989 ومن ثم سنة 1999 إلى غاية سنة 2001 ليشغل بعدها منصب وزير المالية سنة 2001 إلى غاية سنة 2002 مراد مدلسي الذي عرف بحنكته الدبلوماسية يعين على رأس الدبلوماسية الجزائرية كوزير للخارجية بين الفترة الممتدة بين سنة 2007 وسنة 2013 ثقة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة بإمكانيات مراد مدلسي كرجل دولة بامتياز مكنته من تقلد منصب مستشار لدى رئيس الجمهورية سنة 2002 إلى غاية سنة 2005 ليعين بعدها كرئيس للمجلس الدستوري سنة 2013 إلى غاية أنوافة هلمانية وكان الراحل مراد مدلسي قد فقد والدته قبل أشهر أين شوعت إلى مثواه الأخير بمقبرة لمسان في أجواء جنائزية مهيبة المرحوم معروف بتوضعه الكبير وسط أحبابه وجيرانه ليترك فراغا كبير في قلوب جميع من عرفوها مراد مدلسي يرحل تاركا وراءه بصمات سيخلدها التاريخ وستذكرها الأجيال لإنجازات رجل عرف بالوطنية وحبه الكبير لوطنه الجزائر فوداعا مراد مدلسي ترجمة نانسي قنقر